دو إنيتي أليم جواركي أليم جواركي أليم جواركي أليم جواركي هي لحظات انتظرها العلماء نحو سلاثة عقود تليسكوب جيمس ويب بدأ رحلة إلى تاريخ ولادة الكون صباح الخامس والعشرين من ديسمبر في الكانون الأول تم إطلاق تليسكوب جيمس ويب الفضائي المرصد الأول لناسا في العقد المقبل على متن صاروخ أوروبي عملاق من قاعدة كورول فضائية في جيانة الفرنسية جيمس ويب هو أقوى تليسكوب على الإطلاق سيتمكن من استكشاف أقدم المجرات في الكون وهو ثمرة تعاون بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية بتكلفة بلغت عشرة مليارات دولار توجه ويب إلى الفضاء حاملا معه العديد من الأسئلة للإجابة عنها صمم ويب ليكون خلفا للتليسكوب هابل ومكملا له لكن ويب سيتمكن من رصد الكون في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء من هنا سيتمكن من اختراق الغبار ورؤية العمليات التي أدت إلى تشكل النجوم والكواكب وقد زود ويب بمرآة يمكن أن تمتد إلى ستة أمطار ونصف المتر وهو طول هائل يسمح للمرآة بجمع المزيد من الضوء من الأشياء التي تراقبها الأمر الذي سيسمح للتليسكوب بمراقبة المزيد من التفاصيل بداية عقد جديد مفير من العلم إلى السماء مهمة ويب ستغير فهمنا للفضاء كما نعرفه هكذا وصفته وكالة ناسا على حسابها عبر تويتر إذن ويب سيغير فهمنا للفضاء وسيجيب على أسئلة كبرى عديدة أسئلة حول الكون، نظامنا الشمسي والكواكب الخارجية كيف تشكلت وكيفية تطورها كما يمكن أن يكشف عن أدلة في البحث المستمر عن الحياة خارج الأرض وللحديث أكثر عن الموضوع نستضيف معنا عالم الفلك الدكتور أحمد شعلان أستاذ جامعي ومثل لبنان في الاتحاد الفلكي الدولي دكتور أهلا بك معنا صباح الخير أسعد الله صباحكم بداية صباح الخير لكل المشاهدين يا أهلا فيك بداية لماذا جيمس ويب؟ هل الاسم له دلالة معينة؟ اسمحي لي أولا أن أعلق على كلمة عالم فلك لست عالم فلك أنا أستاذ فيزياء محاضر في الجامعة اللبنانية وممثل لبنان في الاتحاد الفلكي العالمي ولكني لست عالم هذه الكلمة الكبيرة عليها بالنسبة لإسم التلسكوب جيمس ويب جيمس ويب هو المدير الثاني لوكالة نازا الذي أشرف على برنامج أبولو وأوصل الإنسان إلى القمر وقد أشرف كذلك على إطلاق عشرات المركبات الفضائية نحو الكواكب الداخلية والخارجية في النظام الشمسي ومنها بوايج جير وان وفوايج جير تو التي أصبحتها خارج النظام الشمسي في مجرد درب التبانة على بعد حوالي 25 مليار كيلو متر من الأرض والشمس نعم هناك الكثير من التلسكوبات يعني أطلقت فويجر وكاسيني وهابل من قبل ما الذي سيوضيفه جيمس ويب في هذه الرحلة في الواقع أزل يعني هابل كان له الشهر الأوسع بين التلسكوبات الفضائية التي أطلقت لكن هناك عدد من التلسكوبات التي تفعل مثل جيمس ويب التلسكوبات التي تعمل بالأشعة دون الحمراء تدركون هابل هو تلسكوب بصري يعني أنه يرصد الأسام بالأشعة المرئية وقليل من دون الحمراء يعني القريب للأحمر أما الأسام البعيدة جدا والباردة جدا وبعيد يعني بارد بعيد يعني يسرع أكثر في الابتعاد عن مركز البيك بانك بعيد يعني في الماضي أكثر بعيد يعني الموجة التي تصلنا منه موجة دون الحمراء لذلك علينا أن نلتقط موجات دون حمراء أكثر بكسافة أعلى كي نتمكن من مراقبة البعيد البعيد خلف السدم الكونية خلف السحب من الغبار الكوني طيب هنا أستاذ أحمد لذلك كان جيمس ويب تلسكوب هذه أهم ميزة السؤال الذي يطرح نفسه الآن أستاذ أحمد هل جيمس ويب سيغير الكثير من النظريات ومن المفاهيم والقوانين التي ربينا عليها لعقود من الزمن هل سينصفها نهائيا أم هو استكمال لهذه النظريات لا أنه استكمال وأنه اكتشاف مثلا التلسكوبات التي كانت قبل لم تتمكن من الوصول إلى عمق الماضي إلى عمق الفضاء يعني جيمس ويب تلسكوب هو مقدر له أن يصل إلى 100 مليون سنة بعد البيك بانج يعني فجر تكوين المجرات والنجوم وكيفية تكوين النجوم والمجرات الأولى لن ننسف نظريات لكن هناك اكتشاف لأشياء لم تكتشف بعد نعم نعم دكتور شعلان أشكرك جزيلا الشكر لمشاركتك معنا في صباح جديد